مسؤولون محليون أفادوا بأن انفجارا بمستودع بالعاصمة اليمنية أدى إلى مقتل 13 شخصا من بينهم 7 أطفال وإصابة 100 آخرين بجروح وأظهرت مقاطع فيديو لقطات لأنقض ومتعلقات الضحايا وذلك في أعقاب الانفجار الذي وقع بمدرسة الشهيد محمد حسين الراعي بالقرب من المستودع الواقع في منطقة صوان شمال شرق صنعاء ويشهد اليمن منذ نحو أربع سنوات حربا بين القوات الحكومية مدعوما بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وبين المسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران من جهة أخرى والذين يسيطرون على عدة محافظات من بينها العاصمة صنعاء وذلك منذ سنة 2014